أربط وزارة المالية والاقتصاد في حكومة قريم كردستان عن استعداد الوزارة ومدرياتها العامة لتدقيق ومتابعة بياناتها ومعلوماتها مع الفريق المشترك مع ديوان رقابة المالية الاتحادية وجاء في بياناً للوزارة أن وزير المالية والاقتصاد أبوات الشيخ استقبل وفد مشتركاً من ديوان رقابة المالية الاتحادية ونظيره الكردستانية وأشر البيان إلى أن وفد الديوان الرقابة المالية الاتحادية متواجد منذ أيام بهدف تنفيذ آخر قرارات مجلس الوزراء العرقية الخاصة بتدقيق أعداد وبيانات الموظفين وأصحاب الرواتب في قريم كردستان ومقدار رواتبهم